السلام عليكم وإزايكم وأخباركم إيه؟ أتمنى تكونوا في أفضل صحة وأحسن حال داخلين خلاص دلوقتي على أيام مباركة إن شاء الله ويمكن العالم كله بيتهيأ وبيستعد كده لأيام الحج المباركة جدا طبعا بقى السيدة اللي قدامنا دي عملت زيارة سريعة وبتستعد بالفعل كده لأيام الحج وفي نفس الوقت كمان يلا بينا كده نزبط الدنيا مع بعض أكتر وندخل كده جولة سريعة مع بعض في البيت عندها ونشوف كمان دلوقتي كده منظم بقى كل الترح أو الحجاب الخاص بينا طبعا يمكن معظمنا مش عارف يحوظ الترح بتاعته دي فين؟ ومنظم ده بالفعل فكرته حلوة جدا استغلال الأماكن وكمان ما شاء الله شايل معاك الكمية كبيرة دي كمان بقى كده أفكار حلوة تفيد أي عروسة مقبلة على الزواج الفترة الجاية خذي تفصيلة بسيطة زي دي وتقدري بالفعل تصميمي فيها كل الأشكال والألوان اللي انتي محتاجاها صدقوني يمكن دي من أكتر المشكلة اللي بتواجه معظمنا كمحاجبات ببتبقيش عارفة تعيني كل الحاجات الخاصة بيكي بالشكل ده فين؟ طبعا بقى ما شاء الله كمان تنصيق الألوان وكل جزئية مع بعضها كده حطاهم في جزء خاص بيهم يعني تناصق رهيب جدا والألوان بقى كده السادة الوحيدة المشجر لوحده الألوان القيبة من بعضها جنب بعض فتيجة بوسط كده التنصيق مفيش بعد كده وتعتور كمان كده صراحة الفكرة دي من أجمع الأفكار اللي أنا شفتها على مدار الفترة اللي فاتت تعالوا مع بعض كمان دلوقتي كان جيب هنا برضو البوكس اللي قدامنا ده ونبدأ نحط فيه كل يعتور مثلا الحاجات الخاصة بيها كتب بقى ممكن كمان برضو منظمات لحاجة معينة عندها طريق كمان تنظيمها وترتبها للبيت وجولة سريعة كده فيه يلا بينا مع بعض كده نبدأ في عملية تنظيف سريعة وشاملة للمنزل طبعا عندك أكيد غسلت الأطباء هتحط دول في الغسالة هتخسليهم يده وعلى إيدك يبقى يلا بينا مع بعض كده نشوف برضو تنظيفة سريعة وتنظيم البيت اللي الشكل فيه هيكون مختلف جدا إزاي تكوني المسئولية وتباري أي حد ممكن يجيلك البيت ويشوف كمان كده الشكل الجمالي اللي قدامنا ده كمية التنصيق اللي قدامنا أظن كمان واحدة واحدة هتشوفوا كمان كده دلوقتي الألوان المبهجة مع بعضها طريقة تنظيمها في البيت المبخ تلاجاتها شوية كمان الديكوريشن اللي موجودين عندها الأفكار الخاصة بيها حتى في درف المبخ من جوة التنظيم والتنصيق فحد ذاته كده هينقلك لمكان تاني خاص كل حاجة بألوانها وديكوراتها أظن مختلفة يمكن هي دي المنازل كده اللي كلنا أكيد بنحلم بيها كشكل وستايل وكمان حاجة مختلفة الأجهزة اللي قدامنا كوالي الأدوات اللي موجودة معانا قد ايه كمان فيه تنوع في الموضوع اختلاف حلو جدا التنظيم والتنصيق كمان هينقلك لمكان تاني خالص شكل كمان الأدراج من جوة بتخص كل حاجة كل حاجة كده هتلاقيها في مكانها الطبيعي في وضعها طبيعي قد ايه كمان منظمة للصورة جبيرة شكل المطبخ في النهاية قيمة الروائل واللزازة كده بمعنى أصح تعالوا مع بعض كمان ننظم كده دلوقتي كل الحاجات اللي بتخصنا كمانات فاون دي شبتك على شوية الميكوب بتوعك على المنظم اللي قدامنا ده اللي شيل معيك يعتبر تفاصيل كتيرة هيخلي شكل التصريحة بتاعتك أجمل بكتير من غير طبعا بقى ما تكوني الموضوع زحمة وأوفر والحاجات اللي انت بتستخدميها شكلها مش لطيف ولا منظم ولا منصك أبدا بل بالعكس مع شوية المنظمات البسيطة اللي زي دي الموضوع بيكون أجمل وألز بكتير والوضع فيه بيكون أحسن جدا يعني بدون طبعا كده بقى لا فوضى ولا كركبة بالنسبالك ولا إن الموضوع ممكن يكون معقد شكل البيت هيكون أجمل وأحسن بكتير جدا حتى برضو منظمات الصغيرة اللي انت ممكن تحطي فيها بعض الاكسسوارات الخاصة بي طبعا كمان بقى يعني طبعا منذير الصغيرة العيلة بالصغيرة اللي زي دي كمان بتشيل معاك بعض التفاصيل البسيطة لكن بيكون شكلها أجمل بكتير جدا على التصريحة بتاعتك ودي طبعا علاب الاكسسوارات اللي قلتلكوا عليها من شوية فكرتها قدية حلوة وبتشيل معاك كمية تفاصيل مناسبة وحتى كمان تنفع معاك بقى لو انت من عشاء السفر وبتسفري كل فترة والتانية فتيجي تبص كده الموضوع بالنسبالك بيبقى حلو جدا حتى الخواتم بتاعتك الصغيرة اللي تخافي عليها ان هي ضيع يمين ولا شمال الموضوع بالنسبالك كده هيكون أجمل وأحسن بكتير كل فيديو من ده زي ما هو مميز زي كمان بيبهرنا بتفاصيل كتيرة سواء طبعا الشكل والستايل وكمان طريقة التقديم الأفكار الحلوة المبهجة شكل البيت وتنظيمه والترتيبه ازاي كمان تكوني مخليه بيتك كده على سين عشرة وكل الألوان والديكورات اللي انت بتحلامي بيها هتلاقيها عندك حتى كمان برضو كده بقى بيت السكر والشاي بشكل جديد ومختلف وكمان كده بقى تقبل أكليرك اللي قدامك ده فكرته حلوة طبعا بقى معايا الستاندر بتاعه ومعايا كده يعتبر دوريم مع بعض وتقدري كمان تحطي تحت القطع الكبيرة فوق القطع الصغيرة فكرته كمان حلوة جدا تقدري تحط عليه بقى الليبلز كده بالأسماء الخاصة به هنا كمان برضو حتى التفاصيل الخاصة عندك بالكافي كورنر تقدري تعمليها بالشكل المناسب لكي شوية دي كورات من الآخر كده تنقلك لمكان ديني خرص ازاي تكوني قد المسئولية وتبقي ستبت شاطرة بالتفاصيل والمنتجات اللي زي دي وشكل البيت ساعتها بالنسبالك قد ايه بيبقى حلو جدا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبالنسبة اكيد برضو هنا المشتريات المطبخ بتاعتك اللي انت يمكن كل فترة بتبقي عايزة تجديدي وتغيري وتوصيل حاجة شكلها مختلف حتى كمان برضو الكسات الأطباء المكاف بتاعتك هنا ممكن كمان برضو بعض البولات الصغيرة اللي ممكن تزيني فيها او تعملي فيها بعض بقى اصناف الحلويات اللي الشيس كيك الصغيرة القطع دي بقى شكلها حلو قوي وتحس كده ان انتي بتعدخالي عن نفسك جوا من البهجة والسعادة عندك في البيت كلنا كسيدات طبعا بنحب جدا المشتريات كل فترة بقى اتكنكة جديدة بالشكل المميزة اللي زي ده معها كساد صغيرة حتى كمان برضو بورة السكر الشاي الحاجات دي كلها ببقى شكلها قد ايه مميز وتحس كده ان الموضوع مختلف وفيه روح حلوة وجديدة جدا شكلك كمان وطريقة تنظيمك لدرف المطبخ منجوة زي ما انتوا شايفين يعني تحس ان المشتريات بتاعتك بالفعل بتبقى حاجة اساسية وكانت نقصك في المطبخ غير طبعا من انتي تلجأت جيبي حاجة مش ضررية ومش مهم ابدا تعال نشوف برضو كمان تلوقتي مع بعض كده طريقة من طرق تنظفها هنا لحوض المطبخ شالت طبعا كل التفاصيل اللي زي دي وتقولي الاسف كده الحوض كان مجاير شوية فقررت تجيب هنا بعض خلطات التنظيم قوية وتبدأ في فوران كل التكلسات اللي كانت موجودة وهتوفو كمان دلوقتي معانا كده اللامعة اللي هتكون موجودة في الحوض اظن كمان برضو كده بقى الحلو في الموضوع هو الجهاز كمان اللي قدامنا ده زي ما بيوفر لك في الوقت والجهد بيناسب كمان ممكن معض الناس المسنة ممكن واحدة يكون عندها بقى امراض معينة ما بتقدرش كمان تحط ايديها تحت الماء الفطرة طويلة زي رمطاد وغيره فتي بصي حاجات زي دي بتسهل عليك طبعا التنظيف بصورة سريعة اكتر تنظفي بيها بوتجازك الحيطان عندك في المبخ والحمام وتحيسي ساعتها ان الموضوع ابسط بكتير جدا من وجه نظرك يعني صدقيني ساعتها بتحيسي بالراحة النفسية بصورة كبيرة ويمكن دي بعض التفاصيل اللي ممكن نكون يعني نقصة كل واحدة فينا صدقيني بالتفاصيل اللي زي دي بتغييري فكرتك عن نظافة بصورة كبيرة جدا وأظن كمان شكل المكان بعد كل النظافة اللي بتحصل كل حاجة بالفعل بتفرق جدا وحب اقولكو كمان دلوقتي كده من الافكار اللذيذة اللي عجبتني جدا طبعا دلوقتي بقى خلاص احنا داخلين على الموسم الصيفي ويلا بينا نعين بقى الجواكت والحاجات التقيلة اللي زي دي فطبعا بقى بتخسليهم بقى عندك أو بتوديهم الدراي كلينج تعالوا مع بعض نشوف ازاي تطبقيهم بفكرة ما تاخدش معاك يمسحها ابدا في الدولاب عندك ويبقى شكلها منظم وشي جدا حتى البلط الكبير او الكوتل اللي زي ده تقدري كمان تحتفظ به بنفس الفكرة اللي احنا شايفينها طبعا دي كلها ممكن تكون مجرد افكار بسيطة ومنظم بسيط زي ده ممكن تحطيهم عندك تحت السرير او كمان بقى فوق الدولاب زي ما ستتك كتيرها بتعمل لكن فكرة الحالات بتبقي ضاملة ومتأكدة ان شكلهم نظيف كمان في نفس الوقت بياخدوش معاك يمسحها كبيرة وفاكرة المنظم دي كمان في حد ذاتها حلوة جدا تعالوا مع بعض كمان هنا دلوقتي كده ندخل على فكرة جديدة وروتين جديد ويوم منظم بالنسبة لنا وتعالوا مع بعض كمان كده نشوف طبعا بعض الشهزات بتاعتها وازاي بتحتفظ بيها هنا في الجزامة مع شوية منظمات وتفاصيل بسيطة لكن مع كل تنظيمة من دي بتغير بالفعل الشكل الجمالي عندك لحاجة اجمل بكتير وطبعا مش هننكر ابدا ان فيه وتناية اللازمة تكون اساسية ومهمة في حياتنا اليومية زي كمان بقى غسيل الغسالة بتاعتك روتين كده بتعمل لها كل فترة تجي بقى كل التفاصيل بتاعت الغسالة او المجفف عندك ويتبدي بالفعل تغسليها يدوي زي ما انت شايفها وتعمل لها كمان كده دورة سريعة بالخل وملح اللمون وفيه كمان دلوقتي مصدفات لغسيل الغسالة زيط نفسها وبوشرة هتطلع لك النتيجة هيلة جدا اشتركوا في القناة اتمنى من كل قلبي ان فيديو النهاردة يكون اعجابكم ولو اعجابكم الفيديو هسترنا طبعا لايكاتكم الحلوة وحمسكم مشترككم معي عشان ابيعكم بكل جديد واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة